السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو اليوم ان شاء الله تكونوا كامل ملح الاريسات يجب عليكم اليوم هي لوبيا ماشطو بالمرقة التي يحبوها بزاف الناس صرتوا في هذا الاريسات لأن الماشطرة هي رخيصة وتقدروا ان نديرها سواء بالجاج سواء باللحم لا نضوي عليكم نحن نشوفوا هذه الاريسات الأولى نجلب كوكوة نضعها فوق النار نضع لها الزيت واحد ثلاث مغارف حتى لربعة مغارف كبار ثم نضع لها البصل اللي كنت قشرته قطعته كبير عندي زوج حبات البصل يكونوا كبار شوية نضعها مع الزيت هذا نضع لها الجاج الجاج عندي صدرت على الجاج قطعته ودي مرسو كبار شوية أنا استعملت الجاج انتم لا تستعملوا الحم نضع الجاج معه سواء الحم سواء الجاج نضعه معه البصل يتقلى ونبدأ كيد بالهادك البصل مليح باش نروح نزيد لزنغرديون الأخرين ونزيد لهم ملح وشوية في الفلكحال ونزيد لهم ملح وشوية في الفلكحال توقيت برصتری هنا كي بدأ يتبع البصل كما راكم تراكم به ويتلقى ذلك كلماتها عقبا نجيب 4 سنينات توم كنت رابتهم بشوية توم كنت رابطة توم متسفل يوم كي نظر في الفلكحال نزيدهم معاهم ونخلط هنا مور ما تقلى ولي مليح هذك البصل والجاج وراكم تشوفوا البصل الدبال كامل سوف نجيب الماشطو اللي كنت نقيتها وشللتها لدي كيلو ماشطو نزيدها معاهم ونجيبها تتقلى مع الجاج والبصل مليح لدي كيلو مليح الماشطو مع البصل والجاج وتلقت الماتحة ونجيبها طياب يعني نجيب 4 ساعة حتى 20 دقيقة نجيب طماطيش طماطيش عندي زوج حبات طماطيش يكونوا كبار قطعتها مقشرتهم وقطعتها مجداد يبتين مرسو كما راك تشوفوا فيهم نزيدهم معا هدو كليزين غريديو ندي المقشرتة زوج مغارف صغار قطعتها في البطا نقوم بتربع مغارفة كبيرة او لا زوج مغارف صغار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننخذها 4 ساعة روقوا 10 دقائق أحبها لصوص تكون بارك فالا هيلك مرة ما اجلزت 4 ساعة هذه المشطوء ارى كيف طابت بقيت باركت باستيئة لصوص ليس بشكل كبير كما أردت لكم انا منحبها بثاف تكون ماء وراءة نحق للصوص على فيديو ان شاء الله لا ريساد تعليم تكون عجبتكم نوريلكم بارك هنا كنسقوها فالا هيلك ناكمبانيوها مع طبسي شلادة على باكم احنا المراقي كامل نحبونا نأكل معهم شلادة كما قلت لكم إن شاء الله تكون عجبتكم إذا عجبتكم ما تنسوش ديولي جام تابوني وتاك تيفي ولا كلوش ودخلوا لي أنك وموتا غدا قدرتوا سهلا